اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين الله مصلي على محمد وآله محمد واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية الأزلية الأولية الآخرية على أعدائهم ومنكر حقهم وفضائلهم من لدن آدم وحتى قيام يوم الدين أهل بيت المصطفى كل الحياة ملؤوها معجزات باهرات فإذا ما ذكروا في محفل فارفعوا أصواتكم بالصلوات الله مصلي على محمد وآله محمد السلام على نبي الأنبياء وصفي الأصفياء غاية إيجاد كل موجود ومن ليس لنعته وفضله حدود من به اكتسى الفخر فخرا والشرف شرفا وبه تضمنت الجنان غرفا حتى ركعت السماوات لنعمه وسجدت الأراضون لمواطن قدمه كيف لا وهو غاية إيجاد كل موجود ممجد هو المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا أبو القاسم محمد الله صلى الله عليه وآله محمد يقول المولى تعالى في قرآنه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في الآية السابعة من سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال سبحانه وتعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رجوما للشياطين صدق الله العلي العظيم من باب المقدمة قبل البدء بالكلام حول مولاتنا الحوراء زينب صلوات الله وسلام عليها ما هو مقامها ما هو جلالها ما هو جمالها ما هو كمالها لأن الأبحاث عن الحوراء والصديق زينب صلوات الله عليها كثيرة والمفارقات كثيرة يعني ما مقامات زينب وأوجه الشبه بينها وبين الأنبياء ما هي أوجه الشبه بين الحوراء زينب وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه ما أوجه الشبه بين الحوراء زينب وبين الحسن المجدبى صلوات الله عليه ما أوجه الشبه بين الحوراء زينب ومقاماتها مع سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ما أوجه الشبه والمقامات للحوراء زينب مع أبيها علي المرتضى صلوات الله وسلامه عليه ولكن أحببت في هذا اليوم أن أتكلم حول المشابهات والمفارقات والمقامات التي ورثتها الحوراء زينب من أمها الصديقة الشهيدة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فسوف يكون الكلام إن شاء الله تعالى بين محورين بين السر أبيها وهي زينب الحوراء وبين أم أبيها وهي الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أما المقدمة التي أحب أن أبدأ بها قبل أن أصل إلى جمال زينب وجلال زينب ومقامات زينب وعظمة زينب هذه زينب التي الله تعالى جعلها سببا لحفظ الإمامة في كربلاء يعني حفظت حتى الأئمة وخصوصا الإمام الحج صلوات الله عليه الذي سوف يملأها قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا لكن المقدمة هي على الشكل التالي الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء زينة والروايات في هذا المجال كثيرة جدا نحن نقرأ للصلاة زينة وزينتها كما يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الصلاة على محمد وآل محمد وصلي على محمد وأرد عندنا في الروايات زينة الرواية حفظها وأرد عندنا في الروايات وهكذا كثير حول الزينة لكن ما أحب أن أشير إليه أن الله تعالى جعل للأرض زينة كما تقدم في الآية إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسنوا عملا وقال سبحانه وتعالى ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وزينة الأرض التفتوا للرواية وزينة الأرض وزينة السماء كما ورد في غير مصادر الشيعة الإمامية أيدهم الله سبحانه وتعالى في مصادر نعم الجمهور أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخاطب سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام وهو يقول إليّ إليّ يا زين السماوات والأرض فبتعبير هذه الرواية زين السماوات وزين الأرض القرآن قال المصابيح والنبي صلى الله عليه وآله قال زين السماوات وزين الأرض هو الحسين ومن ألقاب الحسين في آية النور وفي حديث العرش ماذا يقول النبي عبرت ليلة المعراج عن اللوح والقلم وصلت إلى أركان العرش فرأيتها مزينة إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة الله مصلي محمد وآله محمد لذلك ورد عندنا في الروايات زينة العرش أيضاً العرش ضج إلى الله واشتكى إلى الله ونحن نعلم أن العرش ليس شيئاً جسمانياً كما يتوهم البعض وإنما للعرش مراتب في القرآن عندنا عرش تدبيري عرش الرحمني عرش علمي لكن كما يقول الإمام الرضى صلوات الله عليه الإمام شمس الشموس وأنيس النفوس ومزين أرض طوس بدر الوراء وشمس الضحى وسلطان القدر والقضى عالم آل محمد مولانا السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضى صلوات الله وسلامه عليه مولانا الإمام الرضى بأبي هو وأمي عندما يتكلم يشير إلى هذه الحقيقة أن العرش علمه سبحانه وتعالى ولكن في الروايات الأخرى كما قلت أن العرش له إطلاقات متعددة في القرآن من جملة العرش في القرآن وإطلاقات العرش في القرآن ما ورد في الروايات عندنا أن العرش هو سقف الجنة تقول الرواية العرش دج إلى الله قال يا رب زينني فقال الحق سبحانه وتعالى زينتك باسمي الحسني والحسين من آل محمد صلوات الله عليهم وصل على محمد وآل محمد الرواية الأخرى تقول زينة سدرة المنتهى اسم فاطمة ابنة محمد صلوات الله وسلامه عليها وفي رواية للمولى أمير المؤمنين علي صلوات الله عليه يقول زينة اللوح المحفوظ هي هو اسم الحوراء زينب ابنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذن هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية الآن نسأل من هو الذي يزين هل هو جبرائيل هل هو ميكائيل هل هو إسرافيل يعني هذه أفعال معللة بالوسائط أم القرآن أطلقها هكذا من دون تعليل بالوسائط نحن نقرأ كما قلت في الآية السابعة من سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان لأن الآن المحققون من علمائنا يقولون إذا القرآن قال إنا جاعلون فالفعل هنا معلل بالوسائط لذلك قال إنا جاعلون يعني هناك وسائط إنا نحن نزلنا الذكر يعني بمن تنزل الذكر بواسطة من نزل به الروح الأمين على قلبك يعني بتوسط جبرائيل بتوسط الملائكة أما عندما يقول القرآن إني هنا يقولون الفعل غير معلل بالوسائط وأمثلته كثيرة في القرآن قال إني جاعلك للناس إمامة هنا الفعل ليس معللا بالوسائط قال إني جاعلك للناس إمامة صحيح؟ وهكذا يقول القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه هذه آية الآية الثانية وإذ قال ربك للملائكة وهي الآية الثلاثون من سورة البقرة إني ما قال إنا جاعلون في الأرض خليفة قال إني جاعل في الأرض خليفة فهنا يقولون إذا قال إني فالفعل غير معلل بالوسائط وإنما يكون بالمباشرة وإذا قال إنا فالفعل معلل بالوسائط الآن إذا جئنا إلى الآية السابعة من سورة الحجرات لنرى من هو الذي يزين القرآن يقول في الآية سبعة من سورة الحجرات بصريح الآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان السؤال من هو هذا الإيمان الذي الله تعالى زينه في القلب لأن الإيمان من مختصات القلب لذلك تقول الآية في سورة الحجرات أيضا وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لماذا يقول ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم لذلك الله تعالى قال موضع الإيمان أن يكون مزينا في القلب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفصوق والعصيان إلى آخر الآية السابعة من سورة الحجرات السؤال من هو هذا الإيمان الذي الله تعالى زينه في قلوبنا وقال الحق تعالى عنه في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أي إيمان هذا الإيمان هذا الإيمان بكلمة واحدة القرآن يقول سلوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وآله يفسر لكم من هو هذا الإيمان لأنه بإجماع المسلمين قال عندما برز علي لعمر يوم الأحزاب برز الإيمان كله إلى الشركي كله فالمراد بالآية ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم من هو هذا علي وإمامته وولايته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الآن إذا فهمنا هذه الحقيقة وأن الله تعالى حبب عليا وحبب هذا الإيمان أنت الآن بتقرأ بكل الرسائل العملية للفقهاء يقولون من شرائط المشتهد الإيمان ما معنى من شرائط المشتهد الإيمان دائما يفسرونها في كتب الفقه ماذا يقولون أن يكون اثناء عشري صحيح إذا سلمنا بهذه القضية الآن القرآن يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وهذا الإيمان هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولكن إذا جئنا إلى مولاتنا الحوراء زينب يعني حتى الرتب المقدمتين بين علي وبين زينب حتى نأخذ النتيجة الله تعالى يقول أنا زينت بولاية علي وإمامة علي وبحب علي كل الوجود كل نظام عالم الإمكان لا تبقى ذرة في هذا العالم إلا وعرض عليها حب أمير المؤمنين أقله إذا فسرنا الأمانة كما هو وارد في الروايات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الآن نرى أن هذه الحوراء زينب إذا ثبت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو زين كل نظام عالم الإمكان هو زينة كل نظام عالم الإمكان فنجد أن زينب مأخوذ اسمها من زين أب يعني هي زين أب زين أبيها أمير المؤمنين علي وأنا قرأت بالخصوص في كتاب لسان العرب لإبن منظور أن اسم زينب اسم لشجر طيب النبات و جيد الرائحة على كل إن الآن إذا عرفنا هذه القضية فما معنى كون زينب هي زين أبيها أمير المؤمنين يعني هي زين لمن الله سبحانه وتعالى زين بولايته وإمامته وبحبه كل نظام عالم الإمكان هذه المقدمة الثانية الآن نأتي إلى موضع الشاهد نقول واحدة من المفارقات والمشابهات بين زينب وبين كل الأنبياء بين زينب وبين كل الأنبياء فهذا مثلا آدم صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بابتلاءات متعددة وزينب ابتليت بابتلاءات متعددة ولكن أين بلاء آدم من بلاء الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ولا تفهم من هذا الكلام أنني الآن أقول لك بأن السيدة زينب صلوات الله عليها أشرف من آدم هاي حقائق إلى اعتقاداتها الأخرى لكن أقول بكلمة واحدة أقله 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 أن ننظر إلى المفارقات بين زينب وبين كل الوجود بين زينب وبين كل الأنبياء ماذا تحملت هذه الحوراء زينب التي عجزت من صبرها ملائكة السماوات والأرض واحدة من المفارقات بينها وبين آدم أن آدم ابتلي بفقد ولد أما زينب ابتليت بفقد ولدين لها وابتليت بفقد إخوتها وابتليت بفقد أولاد أخيها وابتليت نعم بفقد أطفال كثر آدم سلام الله عليه ابتلي بالعطش فترة قليلة وفارق زوجته حواء فترة قليلة ولكن بعد ذلك ماذا رجع إليها رآها ورأته الله تعالى أنزل عليه ماء فشرب وطعاما فأكل وشبع وفارق الضحة وليس بضعت